بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبدت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم أحبابي في الله كنتمنى تكونوا لاباس وباخر وعلى خير المهم أرجعت لكم تاني وجدت لكم فيديو جديد كنتمنى أعجبكم وإذا أعجبكم خليوا الاشتراك ديالكم وخليوا لأسئلة ديالكم في التعاليق كيف ما عودتكم أحبابي في الله أن فيديوهاتي هذه فوق نتمنى لكم في يوم الخير في الدنيا والآخرة لهذا أحبابي في الله أنا دايماً كنجيب لكم فيديوهات لمفيدة للفرض وللمجتمع ولكن أحبابي في الله أريد أن نشكركم بعدها أولاً نشكركم على الدعم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالفضل ديالكم القناة اللي كان أعتبر ديالكم قبل ما تكون إياديالي راها غاديا في النجاح مزيان بداية نطمنكم ونقول لكم بأن القناة راها ماشية مزيان وغاديا كلنا نعرف النجاح المشاهدات كيتطلعو كل شي كيتطلع يعني غاديا في الصعود وهذا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالفضل ديالكم القناة اللي كان أعتبر ديالي وديالكم راها غاديا في النجاح يعني طمع أنه وزيدوا بارتاجي وزيدوا دعموها هذا شي كله غيكون في الميزان للحسنتكم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا في الدنيا وفي الآخرة وبلما نطول عليكم أحببي في الله هأ워 نقول لكم الفيديو اليوم أو الموضوع اليوم الموضوع اليوم أحببي في الله وعني الفراق الفراق أحببي في الله كتير على الأيام سواء بالطلاق سواء بالموت وهذا قضر من عند الله سبحانه وتعالى واللهpod انعко بالكل لأخير يعني أي حاجة فيها الخير لأن أي حاجة كثب المؤمن رايا خير لهذا أحبابي في الله نليوم أجلكم وحد دعاء للمطلقة أو الأرمالة أو لك تصيبوشي مصيبة والعياد بالله عفنا وإياكم الله الفرق أحبابي في الله سواء كان موت أو طلاق من أعظم المصائب لأنه كيفرق بين الأحبة وبين الأزواج وبين ناس يعني بين الأطفال يعني الفرق ما كيبغي يحتاجي يعني الفرق الإعجاب بعد قائمة وحد الحاجات و esse فرق مثل فرق الحبيب أو فرق السامر أو زوجة يعني فرق أكتئاب امراض نفسية يعني تأثر عليهم بزياب وخصوصاً في هذه الأيام كتح في طلاق بزياب وقترب المصائب بزياب وليومكquoi ن現جل الدعاء فهو عزاء لكل مطلقة وعزاء لكل مهمومة وعزاء لكل أرمالة وعزاء خصوصنا الدعاء للسيدات أكثر وعلى العقل معاشر الأحبة الكرام أن يدرك أن المصائب حين يقدرها الله تعالى عليه يريد بها الخير له فإنه يكفر بها سيئاته ويرفع بها درجاته ويزيد بها حسناته وأعدم من ذلك يخلف عليه بخير منها وقد جاء في ذلك وقفة عظيمة لأمنا سلمة رضي الله عنها تعالى وأرضاها فحين مات زوجها وكانت ترى أنه أفضل الأزواج ولا ترى أحد أفضل من زوجها فلما مات تذكر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم صل على الحبيب المصطفى اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد تذكر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه للناس عند المصيبة أنه من قال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها تذكرت هذا الحديث وقالت في نفسها من خير من أبي سلام فكانت تظن أن الله عز وجل لا يمكن أن يرزقها رجلا أفضل من أبي سلام ولكنها تذكرت هذا الحديث وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فقدر الله تعالى لها رجلا آخر هو خير من أبي سلامة بلا شك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ببركة اليقين بوعد الله عز وجل القائل في الحديث القدسي أنا عند ذن عبدي بي فليظن بي ما شاء إذن معاشر الأحبات الكرام هذا الدعاء معجزة هذا الدعاء معجزة يجب على كل مطلقة وكل أرملة أن تدعو به والدعاء أحبابي في الله الدعاء ليس باللسان الدعاء من القلب وعلى قدر الدعاء منك يخرج من القلب على قدر الإجابة الله سبحانه وتعالى يستجيب للمضطر إذا دعا لأدى أحبابي في الله الدعاء عنده قوانين الدعاء عنده خصوصية دياله يعني الدعاء ماشي الدعاء من اللسان ودعيه أنك تيقفى الله سبحانه وتعالى بأنه قادر يبدل لكل شي لأن الله سبحانه وتعالى أبدل الأم سلامة خير من أبي سلام بل خير من البشرية كلها فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت خير البشر وما كانت شي في الحسبان بياله أن أغتزوج بخير البشر كان عنده أبي سلامة هو أفضل الرجال ولكن الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء المعجزة وهي دعت بيقين ومسلامة فإنها صحابية ويعني الواحد يدعي بهذا الدعاء وهو متيقن بأن الله سبحانه وتعالى يرزقه وهو القادر على كل شيء وإذا أراد شيئاً يقول له كون فيكون وفي واحد اللحظة ربي كيبدل كل شيء وكيبدل محبب الصبار وكيصبرنا على المصائب وكيصبرنا على فقدان الأهل وفقدان الأحباب وهذا هو الدعاء أحبابي في الله لذا في الأخر سوف نقول لكم الدعاء بيش تحفظوه مزيان ورغا ديفيدكم بالزعب وربي غا يبدلكم المصيبة ديالكم بأحسن بالحاجات المزيانة وكذلك على كل من نزل بها هذا البلاء أن تجاهد نفسه على هذا الهم الذي نزل بها وذلك بأن تتذكر الأجر الذي أعده الله تعالى من وراء هذه المصيبة وأن هذا وحال الدنيا وأننا جميعاً سوف نرحل منها ويوماً ما وسنلقى إن شاء الله الأحبة في جنات النعيم وأن ما حصل لزوجها هو أمر لا بد أن يحصل إن عاجلاً أو آجلاً هي على يقين بذلك بلا ريب ولكن تذكيرك إياها يعينها على التصبر وأن تستحضر عظم الأجر الذي سينالها بإذن الله عز وجل بل إن لها البشر العظيم في الصبر والاحتساب على وفاة زوجها فقد قال صلوات الله عليه وسلامه يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة فيبين صلوات الله وسلامه عليه أن المؤمن إذا توفي صفيه من الدنيا سواء كان ابناً من أبنائه أو أخاً من أخوانه أو زوجاً أو صديقاً لأنه كان صفيه أي كان مصافي له في المودة والمحبة فاحتسبه فإن الله جل وعلا يجازه بالجنة فالجزاء الكبير أخذه بصبره واحتسابه وفي رواية أخرى عن أم سلامة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها رواه مسلم في معنى الحديث يتعرض كلنا كل منا إلى أنواع كثيرة من الابتلاءات والفراق والموت تصيب المؤمنة لتطهره بل وهو بصبره على هذه الابتلاءات يجني تمارة صبره في الدنيا قبل الآخرة إن استرجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها يبدله الله خيراً منها لا محال واستمع إلى الإمام أحمد يروي حديثاً عن أم سلامة رضي الله عنها قالت آتاني أبو سلامة يوماً من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً سررت به قال لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبتي ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا فعل ذلك به قالت أم سلامة فحفظت ذلك منه فلما توفي أبو سلامة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلامة فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ أهاباً لي فغسلت يدي من القرط وأدنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها لي فقعد عليها فخطبني إلى نفسي فلما فرغ في مقالته فقلت يا رسول الله ما بي أن لا يكون بك الرغبة ولكني امرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال فقال صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن معاشر الأحبات الكرام كان هذا هو الفيديو ديانا ودوى الدعاء ديانا فهو عزاء لكل مطلقة وعزاء لكل مكلومة وعزاء لكل مهمومة وعزاء لكل أرملة فالفراق صعب صعب بزاف الفراق لأن الفراق واحد حاجة صعبة بزاف كتأدي الاكتئاب كتأدي الأمراض والله سبحانه وتعالى كيستب العبد المؤمن إلا بالخير لهذا الإنسان خاصه يسبارادي أهم حاجة ويصلي ويطلب الله ويطلب الله في جو في الليل الدعاء يكون في جو في الليل مني نعسوا الناس كاملين الله سبحانه وتعالى دايماً كيستناك تناجيه وتطلبه وتدعيه وعلا وديما الدعاء ماشي باللسنة أحبابي في الله الدعاء كي يخرج من قلبه والله سبحانه وتعالى كي يجيب دعوة المضطر إذا دعاها أحبابي في الله كان هذا هو الفيديو دينا وكانت منى لكم التوفيق وأسأل الله أن يفرج على كل مهمومة وكل مطلقة وكل أرمالة وأن يبدلها الله بخير من اللي كانت فيه وربي وفقهاهم ويجيرهم في المصيبة ديالهم يخلف لهم خير منها وكان هذا هو الفيديو أسأل الله لي ولكم التوفيق هذا ما اجتهدت به فإن أخطأت فمني فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم وإلى اللقاء أحبابي في الله إلى فيديو آخر السلام عليكم اشتركوا في القناة